نذهب إلى الوحدة الأولى الوحدة الأولى اسمها لغة الله في بلد الله هناك ثلاثة دروس الدرس الأول خير الله هو منظوم جميل حولة بأد كيرلا وجمالها والدرس الثاني أبقري من أبناء كيرلا وهذا الدرس عن مؤلف ماهر وعن علم مشهور وأن كاتب في اللغة العربية والانجليزية الذي ولد في مدينة آلوة الدرس الثالث كيرلا ونعم الله التي لا تحصل هو أن سياحة كيرلا سياحي سعودي زار يوماً ولايتنا كيرلا وكتب أن إمكانية كيرلا في السياحة وأن الاماكين السياحية وهذا هو الدرس الثالث درس الثالث first unit is about the state of Kerala first lesson is a poem it says about the beauty of the nature of Kerala second lesson is about a genius who was born in Kerala and he was a writer he wrote many books in Arabic and in English his name is Muhyuddin Aliwai the third lesson كيرلا ونعم الله التي لا تحصل it is the possibilities of Kerala in tourism a tourist from Saudi Arabia visited Kerala and he wrote his own experiences in Kerala in his Facebook page Littadarrosi Vatadilis Fihadihisana this is a brief explanation of our concerned book to this year Priya patta kuttu gare in this year the last year this year is which I want to thank you that we have a great one question Kerala 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كتبها محمود تيمو عن شرطي كان معبقا في طفولته ثم بعد الجهد والجهود كان شرطي مروح والدرس الثالث من هذه الوحدة هو كيمياء السعادة وهناك بعض الفلاسف و بعض النبتات عن السعادة في الحياة نعمو ولا تستيقظوا بشكل مرحبا في القناة والدرس الثالث من هذا المنزل والدرس الثالث من هذا المنزل والدرس الثالث من قناة و لكنه من يجب أن يصبح مرحبا في الحياة والدرس الثالث الثالث هو فلسفية والدرس الثالث يتضمن على مرحبا في مرحبا في الحياة الثالث من الوحدة هي قصة أم سلمة اسمها هل أنت وحيدة؟ والله هذه قصة جذابة مؤلمة من حياة الصحابة أم سلمة صحابية مشهورة كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد هذه القصة عن هجرتها المؤلمة من مكا إلى مدينة الدرس الثاني لا تقتلوا أنفسكم والله درس مهم لأن هذا الدرس يقول عن الخمر والمخدرات وأن عضرارها وأن مشاكلها الدرس الثالث وصية من الودود هو يتضمن على بعض الآيات القرآنية وهناك بعض الإرشادات والنسوائح خصوصا عن الوالدين وأن كرامهم وأن حقوقهم أم سلمة صلى الله عليه وسلم تشروع أم سلمة صلى الله عليه وسلم And we are talking about alcoholism and narcotics It is a few verses of Quran أما الوحدة الخامسة هي الوحدة الأخيرة من كتابنا وهي تتضمن على الدرسين فقط الدرس الأول أين المفر؟ والله هذا الدرس هو خطبة بليغة لخطيب مسقع اسمه طارق بن زياد قد ألقى هذه الخطبة من أسبانيا الدرس الثاني أخبار اليوم هو عن الجرائد والمجلات وعن القنوات في اللغة العربية الدرس هي الجرائد القادم السيارات الدرس هي جنات طارق بن زياد كتابنا المقرر للتداحدة الثالثة هي عن اللغة العربية عن خصوصيتها وأن إمكانيتها اسم الوحدة حلابة العربية The sweetness of Arabic language الدرس الأول في هذه الوحدة لغة وات يعني اللغة العربية تاريخ اللغة العربية وخصوصية اللغة العربية وإمكانيتها كذا وكذا الدرس الثاني منظوم جميل لا تلومني don't blind me about the importance of mother tongue The third lesson is لآل لغبية الفال خاص و تراكيب خاص في اللغة العربية كيف بدأت هذه التراكيب وكيف النشأت هذه التراكيب is don't blind me it is about the mother tongue and its importance the third lesson is diamonds of language very important structure in Arabic language how it was originated and what is its importance and what is its importance